السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد سوف نشارك معكم في طريقة تحضير القراشل أو القرص المهم على حساب ما تقول اليوم في المنطقة سوف نحتاج طحيل الفورس نوعية جيدة سوف نحتاج صدر الحليب الخميرة حبيبات و خميرة فورية بالنسبة لخميرة حبيبات سوف نحتاج جمعة كبار بالنسبة لخميرة فورية سوف نحتاج صاشية واحد صاشية فاني كأس زيت نباتية كأس السكر ساندة سوف نحتاج بيضات حجم كبير حجم صغير ضعف المقادر سوف نحتاج زنجلان و النافع سوف نحتاج الشوكولات سوف نقوم بسطر القراشل الذين يريدون الشوكولات والذين لا يريدون الشوكولات يجعلهم طبيعيين بالنسبة لطريقة تحضير سوف نتبع معي سوف نأخذ الحليب سوف نقوم بسطر الحليب سوف نضيف سوف نضيف بطحين مع المقادر سوف نتبع الحليب دافي السؤال سوف نقوم بسطر الحليب سوف نضيف سوف نضيف في العجانة طريقة عادية مرحبا تبقى طريقة اختيارية لكم سوف نضيف الحليب نضيف البيض كما شفتوا البيض سوف نضيف البيض سوف نضيف السكر سوف نضيف السكر سوف نضيف السكر سوف نضيف السكر سوف نضيف زيت النباتية مرش زيت النباتية نخلط المقابير جيدا مع النافع النافع اللي نقيت من قبل ضروري مهم نضيف الخميرة حبيبات نخلط العناصر نضيف الخميرة جيدا بالسوائل نضيف الخميرة النافع لدي القوام اضفت سوكار باني مع الخميرة ونحرك المقادر ونضيف ومن بعد غاني مدى نضيف الطحين تدريجيا بالنسبة للطحين كيف ما كنت لكم نوعية جيدة باش تصدق معكم الوصفة وفي نفس الوقت كنكون غربلته من قبل ضروري الطحين تكون غربلته من قبل انا غنغرب له معكم هنا كيف ما غاليتشوفوا معايا درتوا تدريجيا حتى نعرف القياس حيث كيف ما كتعرفوا انا الطحين كاللي كيشرب ضغياء كاللي كتحتاجي كمية كبر يعني كيبقى الطحين على حسب النوعية ديال الطحين انا درت كيلو ديال الطحين وانشو ما على حسب المقادر بغيتو تضعفوا المقادر بغيتو كمية كبر كتضعفوا المقادر يعني كسبقة الطريقة هي هي انما المقادر يمكن لكم تضعفهم الى تبغيتو كمية كبر غادي نحرك للطحين في اللول هكذا يعني حتى كيندامج معايا ومن بعد هنتم كتشوفوا رباقي سائل على شكل بحال ديال كيكا ولكن في نفس الوقت سأنا كيف ما غنبقى غادي يمكن نضيف تدريجيا حتى يتجمع معايا زيان ومن بعد غني نضيف للحال جانب باش يتجن اهم حاجة في البريوش ولا في القراشة لباش ينجحوا معاكم هي انهم خاصهم اه يتخمروا يعني يخاصهم يخمروا مزيان وتخليهم في واحد البلاسة اللي تكون خصوصا انا بغيت يوم من شمع خاسك يديرهم صباح بكري يعني ولا تخليهم يباتوا يعني هاد شي لك يعني باش ما اخمرهم زيان باش ما كيجوا قطنيين باش ما كيجوا هكا كارتات بين هاد شي لك يعني هدا هو المنبيل الاسرار ديرهم يعني خاسهم يخمرهم زيان وكتخليهم واحد شوية عاد كتديروا لهم ذاك البيض من الفوق الى بغيتوا تزينهم بيض بغيتوا تديروا لهم الزنجلان ومع لاحظة باش بغيتوا تزينهم من الفوق اه هنا اه من بعد ما اه بدك يندف جمعايا يعني ما بقاش سائل كنضيف كيف مشتورة ضفت الطحين تدريجيا حتى بدتك تجمع العجينة قدرتها في العجانة وضفت ليها الطحين باش هكدا وان بغيت نحصل على ذاك القوام لما هو قاصح ما هي رطبه بزافي يعني خاصة تكون بين وبين كنخليها تتجن على خطرها باش ما اه اه تتجناز مزيان وتدلكت مزيان باش ما كتتخرج لي نقطنية وكتجي مفشفشة مقرمشة من الفوق هما غني نزيد الطحين كيف مشوشوا معي لانه هنتم مشتور قوام باقي ما ما باقي ما ما حصلش على ذاك القوام اللي بغيت كيف مكتلكم راه الطحين كيلعب دور كبير في في القراشل يعني كان طحين اللي ضغية كيشرب وكان طحين اللي كياخد الوقت يعني خاصك يدير كمية كبر انا من بعد غادي نوريكم القوام اللي حصلت عليه حاولت انني في هذا الفيديو منقطع لكم حتى مرحلة خصوصا الناس اللي اول مرة غادي يصايبوا القراشل اه اللي ما كيعرفوش كيفاش كيتصابوا كاتمشي كاتصايبهم في الدار يلا كاتمني كاتي يلا كاتخرجهم في الفران كيجو كمفاش شينغي كيدوزو النهار الليول كتلقيهم تطمسوا وقصاحوا هذا هو المشكل فيهم يعني ديال الدار كنقولوا علش ديال الزنقة كنشريوهم هاكا كيبقوا قطنيين واحد المودة على الاقل واحد صيماعنا ولا سبع ايام ولا المهم اه وحنايا النهار غي كتتخرج يوم الفران كيجلسوا واحد ساعتين ثلاثة سوية كتلقيهم ضغية تطمسوا وقصاحوا السر انكي اولا اه تخليهم ايه خمرو مزيان يعني كيحتاجوا وقت طويل في الخمر اوه كيحتاجوا انهم يكونوا مدلوكين مزيان يعني باش مما دلكتهم باش مما باش مما كتنشح معكم الوصفة اهنا هانتما شتو القاوم ديالو مجارينش وف مرسل الوقت ما قاصحينش يعني غتكون العجينة شوية رتطبة وكتشكون شوية باقي كتلصق في اليد يعني انا غنخلي عاموا ايرساحوا واحد شوية من بعد مما رتحت العجينة هانتما غلي نشكلها دابة اه بالنسبة العجين كيف ماشتو معايا غاني ندير جوش اشكال غاني ندير وحدين طويلين وغاني ندير وحدين مدورين اه اه هنا ايه هنا اه هنا واحد سر واحد اخر باش نشحو معاك القراشل ما تديريش الزيت حيس كيانت ناس اللي كي يقولك ديري الزيت باش مايرسقوا ليك ما تلقش افدك البلاسة فيشك تصايبهم ولا ديري الزيت باش مايرسقوش ليك فيديك حيس هانتما كيف ماشتو راقيت لكم العجينة خاصة تكون شوية ماجرية ما لاسقها يعني ما قصح يعني شوية رطبة يعني تقدر تلصق لك شوية فيديك هاديك باش ما تلصقش ليك فيديك حيسيا كيف مكتلكم كتكون رطبة بزاف غالي نشدو يدينا كنديرو الماء كنديرو الماء فيدينا ما ديروش الزيت لانا زيت كتطمصهم وما تدهنوهمش بالزيت من الوقت اللي تحطوهم في الطواديركم نهائيا ما تخطروش الزيت إلا خطرتو الزيت ولا خدمتو بالزيت عاولوا أنا دوك القراشن ما غاديشي تنفخو ما غاديشي يخمرو يعني كنستعمل الماء فقط باش أنا نشكلهم يعني هانتما شفتو كنشكلهم بالماء وديك ساعة لحسا بش طارت كنتي ويديك أنا بعدها واخا هكا كمازال ما ما كتعرف ضغيات ديليوم هاكا هكا هكا وتحطوهم في طواب ما أنا منيجي تنزجر موهم صراحة أنا هالطريقة جربت بالزيت أنك تتحمل وصفة باش تصدق معي وما صدقتش مني كندير الزيت ولا شي حاجة ولا هكما كنخليهم شي يخمروا على خطرهم وكنقول ليش ما خمروش ومنيك تديري الزيت ما كيخمروش ومنيك تديري هكا غي سادتي ومشكلتي ومودتي البيض من الفوق عاولي أنهما غيخمروش غادي تشكليهم بالما فقط كيف ما شوتو معايا واخا داك الما كيدير وانجيك في اللول و لكن عادي من بعد راعة زعم ما غيتشكلوا معاك واخا هكا ما ما تيأسيش ما تيأسيش غيخدمي مهم من بعد منيك يتشكليو هكا على هاتشكل كنخليهم حتى كيخمرو عادي من بيتك ايمكني انا ننجل لهم داك البيض من الفوق هاستا البيض البيض هاتشي اللي كاين كيف ما شفتو غاني نديرو حدين طوال نجرب فيهم شوكولات حتى هو صراحة معمولي انا جربتم هكا ولكن قلنا علش لا نشاركوا معاكم هاتطريقة حتى يجيب داك البريوشات هكا كتوا يولين واخا هم صعبين انهم يتشكلوا المهم طريقة ديالتشكلكة تبقى اختيارية لكم المهم انهم يتنفخوا ويققوا ورسبين معاكم وما ديالتطريقة ديالي المقدار اكم شفتوها من اللول ديالفيديو بالنسبة لسر انهم يتنفخوا ليك ويبقوا هكا كتنا انا كما تديريش الزيت ما تديريش البيض من اللول خليهم حتى يخمروا ومنين تكون يكا تشكلهم شكلهم غيب الماء هادشي اللي كاين هذا هو السر ديالهم وسر ديال النجاح ديالهم من بعد مما انا غلي نشكل طواس ديالي كا منهم درتوا وحدين مدورين ودرتوا وحدين هكا كيف ما شفتو طوال ودوك اللي طوال درت فيهم شكلات هكا عفتو الوليدات الصغار كيعجبوهم بشكلات وخصوصا دابا عفتو كانحتاجو نعطيهم شي حاجة للفطور الصباح يعني هادو كيبقوا صحيين ومصايبين في الدار وما كتخافي انك يتعطي لولادك شي حاجة اللي ماشي صحية يعني شي حاجة اللي صايبتها بيدك ما كين محسن المهم انا غلي نكمل طريقة ديالي كاملة وشفتو انا وخاك يتلصفو ما تخافوش منهم يعني حاولوا انكم تكون يدكا مخفيفة باش تصايبوهم انا من بعد غلي نوريكم الطاوة هانتو ما الشكل ديالهم وخيشو كون معوجين من هنا ولا عوجين من هنا باش مشكل ماشي مشكل المهم هانتو ما بعد ما خمرو ياخدو الشكل ديالهم انا درت درك الورق باش يكون حائل بينه وبين الطاوة باش ما يلسقوش ليه الى ما كانش عندكم الورق يمكن لكم ديك الساعة زيما في اللول ما تأمل احسن ما ديروش زيت ما ديروش زيت نها ايام انا ما كيصدقوش انا درتوش زيت انا درتوش زيت كي تفصو مو كيف ماشفتو هنا احتى خمرو مزيان عاد درتليهم البيض السفر ديال البيض اللي طربتو ومن بعد درتليهم الزنجلان زيينتوهم الزنجلان هادو اللي مدورين يعني ما ديريليهم وعلو من الداخل اما دوك اللي اطوال را عادرتليهم شوكولات من الداخل وزيينتو حتى هما بالزنجلان من الفوق ها ما كيف ماشفتو معايا كيجيو زوينين كيجو صراحة لدادين ومزياني الفطور والناس تلي كيبغيو شي حاجا ها كاف الكاسكروت ودك شي تهما كيجو زوينين هاو ما دوك اللي طوال كيف ماشفتو هادو را كين فيهم الشكلات من الداخل من بعد مطابو كنديروهم بعدها في درجة حرارة متوسيطة تقريبا 180 درجة لكان فران ديال الضو وتقريبا درجة حرارة متوسيطة كنديروهم الفوق فواللول ومن بعدها تكتبطيهم التحت هادو اللي اللي مدورين شو صور يبقى وقتنيين ومفوخين كانت من الوصفات نجح معكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله